قبل ما ندخل في أولى الفقرات عايز أقول لكم أنه فريد نادي الأهلي في تونس الحمد لله في درجة عالية من التركيز يمكن إصابة أحمد رمضان بيكهم بشد في العضلة بكرة يتعمله أشع عشان يبين حجم الإصابة لكن فيما عدا ذلك أفشى شارك في التدريبات بشكل طبيعي جدا وبجاهزية بدنية وفنية عالية مستر بيتسو موسماني مطمئن على استكمال القوة الضاربة للفريق بالكامل الفريق في حالة تركيز شديدة جدا عنده تأدير كبير للمنافس الكبير التراجد تونسي كابتن خطيب رئيس النادي ورئيس مجلس الإدارة وصلوهم النهاردة سافر معهم من البداية المهندس خالد مرتاجي والأستاذ طارة أنديل عضو مجلس الإدارة وانضم للبعثة النهاردة عضو مجلس الإدارة الأستاذ محمد الجرحي والمهندس محمد سراج السفير يهاب فاهمي سفير مصر في تونس وجه الدعوة للبعثة على العشاء النهاردة يمكن الكابتن خطيب اعتذر لسيد السفير علشان يفضل موجود مع الفرقة لمزيد من التركيز ولبت دعوة بقية السادة أعضاء مجلس الإدارة شاكرين للسفير الحقيقة الحفاوة والترحاب الكبير اللي بيتقدم للبعثة مؤكد أن الموقف ده بترجم حاجة مهمة ومتكررة حرص الصفار دائما على التواجد وتقديم التسهيلات والترحيب وإدراك أن وصول أي فريق كورا ما بالك بالنادي الأهلي هو حدث مهم يستحق المتابع والعناية والرعاية والكرم المصري لصفراء مصر ولكن أيضا بيلقي بمزيد من الضوء والتركيز على مدى حرص النادي الأهلي وقياداته وخصوصا كابتو الخطيب على إتاحة أكبر قدر من التركيز للفريق وأنه يبقى لصيق بهذا الفريق والأتعرق بدونه ربنا فوت اليومين الجايين على خير الحياة كابتو الخطيب حرص على توجيه الشكر وتكريم السيد السفير وإهداء درع النادي الأهلي وعالم النادي الأهلي تقديرا وامتنانا على كل ما تجده البعثة من تقدير ده يمكن زيارة كابتو الخطيب للسيد السفير وتوجيه الشكر له وإهداء درع النادي تقديرا للجاهد الكبير للحياة اللي السفارة المصرية بكل رجالها بيقدموه للنادي الأهلي يعني نتمنى اليومين يعدوا على خير وخصوصا يعني ما انبسطت شوية من حكاية الشاد بتاع بيه كم ده لأنه ما هو انتهاني مش موجود كان أحد الحلول المتاح أرجو أن يومين الجايين يعدوا على خير علشان الموضوع ما يوصلناش إلى يعني نبقى عندنا مشكلة في المركز إن شاء الله هنأتي لحضراتكم بتفاصيل كاملة عن أوضاع الفريق في تونس حالة اللاعبين جهزية بيتسو موسماني خطته المحتملة كل التفاصيل هنسافر بكل تونس إن شاء الله خلال حلقة الليلة